المشروع تمويله وحجمه بدايته بدأت ازاي وأول تمويل لأول مشروع كان من ايه؟ تمويل ذاتي بنا وإحنا شركة كان الموضوع تمويل ذاتي من الشركة اللي هما مين الشركة؟ أنا وشريكي محمد هو في الأصل صديق لإحنا أصدقاء طفولة ومن زمان وتحولت الصداقة لعمل بعد كده وأعتقد أن دات بتبقى أكتر نمازج العمل مسمرة مين كان صاحب الفكر وكمان التمويل الأكبر وأقنعته ازاي أن هو يدخل بتمويل؟ هو الأقنع هو محمد كان صاحب تجربة أنه كان الحاجة زي ما يقوله أم الاختراع هو كان نقل في بيت جديد من التجمعات الجديدة وكان ركب أحد نمازج الشبابيك المتعتادة استخدامهم قبلتهم مشاكل كبيرة جدا جدا في البيت لدرجة أن هما فكروا بعد ما حطوا فيه استثمارات كبيرة أن هما يرجعوا تاني المدينة اقترح عليه أحد أقاربه أن فيه شبابيك في ألمانيا كويسة جدا وبتحقق المواصفة دي محمد طلب مني اللي احنا نشوفها ونسافر رحنا شفناها وجبنا عينات وجغبناها فكرة الصنوع جات من احتياجه لأبواب وشبابيك معينة لما نقل من بيته لمنطقة تانية؟ كان هيغير شكلة يعني الشباك تغيره شكل اتجاه حياته بدل ما كان هيرجع تاني ويرفض البيت الجديد اللي هو مواصفاته بالتأكيد أحسن من البيت اللي كان موجود في القاهرة الشباك ده خلاه يقدر يرجع تاني للبيت ويقدر يسكن فيه ويستمتع به ومن هنا كانت البداية سافرت ألمانيا ومسافرين يعني تقريبا كده عشان تدرسوا الأبواب والشبابيك اللي هترجع بيها لصديقك وشريكك أستاذ محمد أيه وبعدين ازاي بقى مشروع؟ طبعا الشبابيك حققت نجاح مذهل وحققت لهم نسبة رضا عالية جدا 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 بعد تركبها اكتشفنا ان الموضوع استثمارات ومش هتحتاج استثمارات ضخمة في البداية قلنا نبتدي بالاستراد استراد الرو ماتيريال وتصنيع الوحدات عندنا بمكان بسيط وكانت هي دي البداية واسم محمد مهندس؟ لا وحناك مش مهندس؟ ايو طيب ازاي قررته تعمله صناعة يعني؟ في الأصل هي الفكرة احنا جنريشن بنؤمن بان الإدارة شيء والبرودكشن شيء تاني والتصنيع شيء تاني احنا استخدمنا كل الأدوات اللي ممكن نستخدمها جبنا من باور مؤهلين جدا مهندسين مؤهلين جدا اشتغلوا معنا جبنا مكان على أعلى مستوى في الوقت دوت على قدر الإمكانيات المتاحة اشترينا النوهو من برة وهو العالم كله بيتجه ناحية اتجاه الفصل ما بين القوة مش لازم يكون الفرد هو الصناعي هو اللي يقدر يعمل الحاجة بإيده لا فيه إدارة فيه ناس مؤهلة إداريا وفيه ناس مؤهلة فنيا الدمج ما بين الاتنين هو اللي بيحقق لك أفضل عناصر الكيانات النجحة اشتركوا في القناة